كلهم جاءوا للتضامن معه كلهم جاءوا للمطالبة بإطلاق صراحه رفاق فداء عتاني زملائه وعائلته حتى فرح ابنته الصغيرة جاءت للمشاركة في الوقفة التضامنية مع فداء الموضوع في الإقامة الجبرية عند لواء عاصفة الشمال في إعزاز منذ نهاية الأسبوع الماضي لكن ما يؤلم أن من يتسبب بمعاناة فداء اليوم يحسب نفسه على الثورة التي تقف عاجزة عن حماية أنصارها ومؤيديها فمع خطف واعتقال فداء سوف يزيد عن خمس صحفيين غير سوريين معتقلين أو مخطفين في سوريا ذهب فداء إلى حلب وريفها بشكل رئيسي سهم في إبراز الوجه الإيجابي للثورة حمل هموم فقرائها هؤلاء المقاتلين الذين تركوا كل شيء ونزلوا إلى الميدان في مواجهة آلة قتل تفوقهم عدة وعتادا كانت هذه الكلمة كافية لانسحاب كل من غالب قنزيل والنائب قاسم هاشم احتجاجا على مضمونها السياسي لكن ذلك لم يؤثر على سير اللقاء مش عزر أنه المعارضات أمام القمع بصير تشبه الأنظمة اللي بتقمع اللي بيوقف مع الحق مش لازم يخاف مش لازم يهرب منه نحن بكل لحظة وبكل دقيقة دعمين لأطلاق صراح فداء عتاني وكل المخطوفين اللي موجودين اليوم بسوريا فداء عتاني حضر أمس في الوقفة التضامنية معه حضرت صوره وحضر محبوه هؤلاء الذين لن يملوا انتظار عودته القريبة قريبة جدا